وخلال سنوات الماضية شهدت العلاقات المصرية السعودية تطوراً كبيراً وتعاوناً في المجالات كافة وما عزز من تطوير هذه العلاقات الزيارات المتبدلة التي قام بها قادة البلدين بالإضافة إلى تبادل الرؤى في القضايا الإقليمية والدولة للعلاقات المصرية السعودية مكانة خاصة تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما فخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات الصنائية تطوراً كبيراً وازدادت رسوخاً في عهد الرئيس السيسي وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسؤول البلدين العلاقات السياسية بين البلدين وصلت إلى آفاق أرحب والتنسيق الكامل والتشاور الدائم هو السمة تلك العلاقات وذلك بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات وفي الملفات الإقليمية والقضايا السياسية تجد مصر والمملكة يدعمان المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة العلاقات السياسية تطورت أكثر في ظل الزيارات المتبادلة والاتصالات القائمة بين قيادة البلدين فخلال السنوات الماضية توجه الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية في مناسبات ومؤتمرات عدة وكذلك استقبل قادة المملكة على أرض مصر وعلى الصعيد الاقتصادي عمل قائد البلدين الرئيس السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز على الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وذلك من خلال تأسيس مجلس التنسيق المصري السعودي الذي وقع عشرات الاتفاقيات المشتركة اتفاقيات تعزز تجمع القاهرة والرياض من علاقات اقتصادية متينة حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 47.7 مليار دولار وتتواجد بمصر أكثر من 6000 شركة سعودية مقابل نحو 800 علامة تجارية وشركة مصرية بالأسواق السعودية ويأتي مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي درة التاج لتعاون القاهرة والرياض حيث يسهم عند تشغيله في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية السعودية والاستفادة المسلم من قدرات توليد الطاقة في مصر التعاون المصري السعودي حائط صد منيع من المخاطر التي تهدد الأمتين العربية والإسلامية في وقت باتت التحالفات هي طوق النجاح وسط طلاطم لأمواج الأزمات الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر